تا في مشكلك في مشكلة شخصية بينك على فكرة بين فيتوريا فيتوريا وبين كيروش وبين الوحيد اللي ما كانش بينه بينه مشكلة اللي هو الكوبر كانش فيه بينه مشكلة الناس كلها عكس الطيار سبحان الله ليه بقى عمل حادة مش موجودة في المدردبين حصلوا جم مصر عارف امكانات لعبة مصر عشرين تلاتين دقيقة وبدني مفيش فيعمل ايه؟ هو لايب على ديئة وموزع كل في منطقة الجزاء بتاعنا لا موزع البدن بتاعهم على التسعين ديئة فتلاقيه يعمل ايه؟ ما هو مخترع بفزل صلاح عايزك كده ترجع بالذاكرة الماتشاط الكوبر مع المنتخب هتلاقيه موزف امكانات اللعبة الحسب اللي قدامك دخل في الجون فش لو انت كنت بتتكلم على اداء روي فتوريا النهاردة في شوط الاوليني فاكتور كابا انت عايز الاداء والعايز النتائج عايز الاداء والعايز النتائج لو كلمنا عن النتائج عايز الاثنين محتاج حوالي ستة شهور تاني عشان تحكم على فتوريا بس نعم الظبطة لان فتوريا ارقامه حلوة أصلا لابل ما يجي لك فتوريا عامل مع النصر نتائج رائعة يعني النهاردة فيه إحصائية طلعه 72 مباراة حتى الآن لم يتعادل سلبيا بتعادل حتى إيجابي يعني بيحرز أهداف أي نعم بيدخل فيه هدف بس بيحرز أهداف يعني معنى ذلك أنه راجل بيهتم بالتفاصيل وراجل الدقيق وعند رجل قامل شلوة نفس القماشة اللي معاه خلاص اللي كنا في بداية التصفيات كنا واخدينا على وشنا خلاص هو روي في توريا اللي حل ما وفي لس كنا نعله دول مع كيروش وكيروش وصل للنهائي يا سيد رجائي وصل النهائي كأس أمم إفريقيا يعني أنت خدت بالك وكس العرب أنت وصلت للدول قبل النهائي مع كيروش يعني أنت لسه لسه نفسك قيل ده فيه وجوه جديد طلعت مع كيروش ده هي صعدنا بيهم هو الصراحة معنى ذلك إيه معنى ذلك في عين بتفرق عين مدرفاني بتفرق عن عين تاني ده بطيء شوية كيروش حاسم وسريع وهدو لو يلعبه طب أنا ممكن يعني ناخد بليك كده شوية ونبارك علشان أحب بفتوريا